موسيقى طيب الله وقاتكم مشاهدين بكل خير أهلا ومرحبا بكم ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عين على البرلمان ضيفي في الستوديو الدكتور صالح محمد الرديني عميد كلية التربية الأساسية جامعة الموصل ومرشح عن قائمة نينة وهويتنا بالرقم 135 التسلسل 12 أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك السلام غزوان وأهلا بمشاهدي قناة الموصلية الكرام نرحب بك أجمل ترحيب في الستوديو ونتمنى أن تكون هذه الحلقة مصمرة إن شاء الله أشكرك حياك الله بداية هل يمكن أن تعطينا لمحة عن اتلافكم أو تحالفكم ومسيرته السياسية نعم في نينة نعم تحالف نينة وهويتنا تحالف يضم شخصيات أكاديمية وأطباء ومهندسين وشيوخ أشائر وضباط أسكري متقاعدين وهو تحالف جديد في نينوة نعم ويضم مجموعة تكتلات تأتلف كلها في 62 مرشحة جميل نعم هل تعتقد أن النخب الموجودة في قائمة نينوة وهويتنا جديرة باعتلاء قبة البرلمان برأي يعني محايد نعم نعم هذه الوجوه جديدة وجديرة بتمثيل أهالي نينوة في قبة البرلمان عديد من هذه الشخصيات لها خبرات في العمل الإداري والعمل الوظيفي فضلا عن أن هناك شخصيات أخرى قديمة يعني كانت أعضاء في البرلمان الدورات السابقة نسيت أن أذكر هذا الشيء هناك أربعة أعضاء سابقين فضلا عن وزير التربية ونائب رئيس محافظة نائب رئيس نائب محافظة نينوة واثنان آخران أعضاء في مجلس محافظة نينوة نعم فتضم هذه كل وهذا التجمع ضمن هذه القائمة دكتور صالح عرفت الموصل في السنوات الأخيرة حالة توتر وعدم استقرار مما جعل أهالي نينوة يراهنون على هذه الانتخابات بواقعها الاجتماعي بالنهوض بواقع نينوة الاجتماعي هل يمكن أن تبرز لنا أهمية هذا الحدث الانتخابي لنينوة خصوصا لهذه الدورة أهمية خاصة كونها تأتي بعد مرحلة عصيبة مرت بها محافظة نينوة شهدت فيها دمار وخراب كبير و الكل يعول على هذه الانتخابات والكل مدعو إلى الخروج إلى صناديق الاختراء لتغيير واقع الحال في محافظة نينوة نعم لأن نينوة تحتاج الكثير والكثير لا بد من صوت عال وواع يعي مطالب أهالي هذه المحافظة ويمثلهم تمثيلا حقيقيا ويشعر بمأساتهم ويعرف متطلباتهم ويقدم الأفكار والرؤى والحلول كي تعود هذه المدينة إلى سابق عهدها يعني الآن الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد ولكن ما زال ينتظرنا الكثير لا سيما في الأيمن وفي الموصل القديمة صح ولذلك نحن نحتاج الحقيقة إلى نحتاج إلى تغيير نحتاج إلى عدم التقاعس عن المشاركة في الانتخابات دماء جديدة نحتاج دماء جديدة نحتاج أن يعي المواطن دوره في هذه المرحلة جميل نعم ما الأسباب الموضوعية التي دعتك أنت شخصيا لترشح في هذا الحدث الانتخابي وهل ترى أنكم في تحالفكم تحالفنا وهويتنا قادرين على التغيير بالمحافظة الذي دعاني إلى الترشح هو ما رأينا وما حل بهذه المدينة وبهذا البلد ودعينا إلى أن نكون نحن في طليعة من يمثل الناس في نينوى ويمثل أهله وجمهوره لأن الحقيقة نينوى تحتاج الكثير و يتطلب من المرشح بعد فوزه أن يعمل الكثير والكثير دكتور هل ترى أن النواب السابقين عنين وقد أدوا مهمتهم بشكل المطلوب في تمثيل شعب في الدورات البرلمانية السابقة بصراحة بصراحة كثيرون لم نسمع لهم صوتا ولم نرى لهم أي فعل على أرض الواقع وهناك عدد من النواب هبوا لنجدة أهلهم بعد ما حل بهم في هذه السنوات الثلاث والمخيمات والنازحين ليسوا عن ذلك ببعيد نعم ولكن إلى حد يعني إلى حد كبير لم يكن لم تكن مرضي الأداء لم يكن مرضي وال التمثيل لم يكن بحجم نينوة 34 نائب أحيانا ننظر إلى شاشات التلفاز نرى اثنين أو ثلاثة يعني يستنكرون عمل ما أو يقدمون بيان ما فقط فقط أين الباقين لا نعرف ولذلك نحن لا نريد أسماء وأعداد تسجل على المواطن فقط لأنه هذا فلان وهذا فلان وهذا قريب وهذا نحن نريد من المواطن أن يعي هذا الدور الكرة الآن في ملعب الناخب والفرصة مواتية الآن للتغيير أما إذا بقي الحال على ما هو عليه لا يتظلم بعد ذلك الناخب ويقول لم يتغير شيء صح ولم يقضى على الفساد هذه الفرصة الأخيرة هذه الفرصة الأخيرة والفرصة الآن مواتية أما ما نسمع أن فلان وفلان يمتلك نفوذ يمتلك مال سياسي يمتلك كذا قادر على شراء أصوات قادر على كذا هذه من يشتري أصواتكم سيبيعكم مستقبلا ولن تتمكنوا من مطالبته بشيء لأنه يقول أنا أعطيتك حق الصوت ماذا تريد مني بعد فلذلك نحن لا ينتخبوني أنا أو ينتخبون كل من يرى أنه مؤهل وأنه سيقول الحقيقة وأنه سيقف معهم وأنه سيمثنهم بالشكل الصحيح من يشتري الأصوات سيفشل فشلا ذريعا لأننا من هنا ومن كل مكان نقول للمواطن خذ ما يعطيك ولا تعطيه صوتك لأنه هو شخص واحد يريد أن يضحك على الكثير آلاف الناس يشتري أصواتهم الآن هو مشروع أن هؤلاء الآلاف يضحكون على هذا الذي يريد أن شراء أصواتهم هذا مشروع مشروعنا في هذه الأيام إلى يوم الانتخابات أن يضحك الناس على المرشح الذي يعطيهم النقود يأخذ النقود ولا يعطيهم ولا يعطوه أصوات لأن هذه هي نقودهم قد سرقها في الدورات السابقة ويعرف جيدا مقابل هذه النقود التي يوزعها في الشارع على الناس سيسرق مئات المرات بقدر هذه النقود في الدورة المقبلة وسيكون السبب في تهجير أبنائكم مرة أخرى وفي قتل أبنائكم مرة أخرى وفي هدم منازلكم مرة أخرى وعلى فكرهم قلة وإلا هو ليس ساذج حتى يوزع نقوده للناس إذا كان يعرف أنه سيفوز بدون نقود ولكن يعرف أنه لن يفوز بدونه بالتأكيد أن يوزع المال فعلى الجميع أن يضحكوا على هذا النائب ولا تدعوه يضحك عليكم خذوا هذا المال ولا تعطوه صوتك المواطن حين يقف على الصندوق يجب أن يحكم قناعته كما تفضلت وهؤلاء الذين ربما نقول يبيعون أصواتهم على فكرة قلة والله العظيم من خلال احتكاكنا بالناس وبناس بسطة عازمون على التغيير وعلى الانتخاب على وفق قناعاتهم ووجدنا التذمر عند الكثيرين وكثيرون قد جاءونا ولا نعرفهم من خلال يعني ما سمعوا ومن خلال الإعلانات ومن خلال ما قرأوا جاءوا قالوا يكفي يكفي ونحن نبحث عن الكفاءات ونبحث عن الدماء الجديدة ونبحث عن وجوه ونبحث من نعتقد أنه سيمثلنا بشكل حقيقي وبشكل صحيح ولذلك هذه القضية ربما يدفع العوز والحاجة تدفع البعض ولكن كما تفضلت إذا كنت معتازا ومحتاجا خذ هذا المبلغ ولكن لا تضع ضميرك في الصندوق إلا بالشكل الصحيح دمرونا لخمسة عشر عاما مضت وخاصة الأربع سنوات الماضية فعلوا ما فعلوا بنينوه فلنفعل بهم قليلا مما فعلوه بنا فلنضحك عليهم هذه المرة قبل أن يضحكوا علينا كما ضحكوا علينا في الدورات السابقة مشروع الشعب أن يضحك على النواب المرشحين الفاسدين الذين يوزعون أموالهم على الناس وشراء أصواتهم هذا مشروعنا من اليوم إلى يوم الانتخابات لكي نستطيع أن نأتي بأناس قادرين على أن يقودوا المحافظة ويخرجوها من عنق الزجاجة وأن لا نبقى على ما نحن عليه الآن محاولة جدية وجديرة بالتغيير الكامل إن شاء الله بالمحافظة إن شاء الله الكثير من المواطنين يؤكدون على ضرورة التغيير هل تتوقع تغيير في الخارطة السياسية لنينوة؟ إذا حصل التغيير على مستوى التمثيل ستتغير الخارطة السياسية بالتأكيد نحن دائما نقول يعني الرأس هو المهم إذا صالح الرأس صالح سائر الجسد ولذلك إذا كان التمثيل صحيح إذا كان التمثيل صحيحا فسوف تتغير الخارطة السياسية بنينوة وسيأتي إن شاء الله من يأخذ بيد هذه المحافظة والبلد ككل إلى بر الأمان نحن متفائلون هذه المرة متفائلون على أن التغيير قادم وعلى أن الوعي موجود عند الناس يعني ليس في نينوة على ما نقرأ وعلى ما نسمع وعلى ما نطلع في عموم العراق لأن الناس قد ملت الناس قد ملت وعانت من تردف الخدمات من تردف القطاعات يعني المختلفة نعم دكتور فعلا الناس قد ملت وفقدوا الكثير من أحبائهم وفقدوا بيوتهم وفقدوا منازلهم وأعمالهم وشردوا وأصبحوا نازحين داخل بلدهم أكثر من هذا كارثة لا يوجد ولن يحصل أكثر من الذي حصل لذلك على المواطن الآن أن يعاقب كل من كان السبب في هذه الانتخابات أكبر أفضل عقوبة يعاقبها هؤلاء الناس البسطاء الذين تأذوا من السياسيين الفاسدين أن لا يعطوهم أصواتهم وأن لا يجعلهم يفوزون مرة أخرى لأن هذه المرة هي الأخيرة وسيدمر العراق بالكامل لا سامح الله فيما إذا فاز الفاسدون مرة أخرى على طال النزوح وكما تفضلت نقطة مهمة أشير إليها وأنا نشرت بالأمس مقالة على صفحتي الرسمية في الفيسبوك بعنوان المخيمات والنازحون يا أخي المخيمات والنازحون لا تكون إلا في بلد محتل ونحن منذ أن كنا أطفالا ارتبطت المخيمات والنازحين بنكبة فلسطين وما زالت في أذهاننا الآن تذهب شرقا ترى مخيمات لا حد لها تذهب جنوبا هذه لا يمكن أن تكون في بلد حر وفي بلد مستقل كيف تكون أنت نازحا الغريب أن المسؤولين يزورون هذه المخيمات ويدعون إلى توفير سلة غذائية أو مبردة أو ما إلى ذلك أخي الحل ليس بتوفير هذه الحل بقلع هذه المخيمات من أساسها وعودة الناس إلى أماكنها أماكنهم مدمرة دكتور أين يعوضون؟ يعني هناك مشروع بناء حقيقة بناء أماكن بناء بيوت أو دور واطئة الكلفة وبسرعة قصوى يعني هذا مشروع جدا جيد لحين اكتمال بناء مناطقهم أستاذ غذوان لا أتكلم عن عودة فورية وآنية بالتأكيد لا يمكن ولكن اليوم أكثر صارنا سنة ونص ولكن لم يتغير شيء ما زالت يعني كما أسعفناهم بعد التحرير مباشرة الآن نفس القضية يعني يفترض الآن إحنا تقدمنا خطوة أخرى للنازحين عاد بعض الناس هيئنا بعض المستلزمات أنا أتكلم عن مشروع يعني أن تنتهي هذه المخيمات في غذون سنوات قادمة لا أقول لك بين ليلة وضحاها لكن لا يمكن أن تستمر مثل هذه المخيمات في بلد حر يمتلك هذه الإمكانيات يمتلك هذه الثروات يمتلك هذه الحقول حقيقة يجب أن لا تعبر سنة أخرى يعني أنا أذكر أن أذكر المخيمات مرتبطة في ذهني بصورة سلبية جدا حين احتلت فلسطين وهجر الناس وعاشوا في المخيمات وما إلى ذلك والحد أن يطلق عليها مخيم كذا ومخيم كذا وفي عمان مخيمات وما إلى ذلك فنحن هذه ظاهرة مشكلة يعني لا يلتفت إليها أحد إلى متى نبقى نحن نوفر هذه السلة أو نوفر هذه البطانية أو نوفر هذه المبردة ثم ماذا؟ يلابد أن يعد مشروع لإعادة الناس إلى أماكنهم ليعيشوا في أماكنهم والغريب أن الناس ربما تنظر إليهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ولهذا الآن نسمع البعض ماذا يقول؟ نحن نشتغل على المخيمات نشتري من يا أخي المخيمات من؟ الذين يسكنوا المخيمات من؟ أليس أهلك وأهلي؟ هؤلاء الناس لهم مكانتهم ولهم كرامتهم ولهم صوتهم الصوت الآن صوت الفقير وصوت الغفير وصوت الوزير واحد الكل متساون لا تفرط بصوتك من أجل مستقبلك فعلا مشاهدين نذهب إلى فاصل ونأود بعده لنكمل حلقة اليوم تابعونا عدنا وإياكم مشاهدين بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم معينونا على البرلمان دكتور أني نولها 34 نائب هل باعتقادك سنرى نتائج مستقبلا في حل إذا تم انتخاب نخب مثقفة وتكنقراط؟ نتمنى ذلك نتمنى ذلك ونتمنى أن تقول هذه الوعود إلى أفعال الناس يعني يخشون من شيء واحد أنه قبل الانتخابات وأثناء الحملة البرلمانية أن المرشحين يقدمون الوعود للناس والحقيقة يعني لا يمكن الإيفاء بكل هذه الوعود يعني ليس هناك عصة سحرية حين يفوز المرشح في البرلمان ليقدم كل شيء ولكن نتمنى أن تتحقق هذه الوعود وتتحول إلى أفعال وأربع وثلاثين نائب في نينوى ليس بالعدد القليل يعني كما تعرف حضرتك هي بعد بغداد تأتي التمثيل الكبير بعد بغداد هو في محافظة نينوى ولذلك يفترض أن تعود ثمار هذا الفوز على هذه المدينة وأن يقدم النائب مستقبلا جهده ووقته وكل ما يملك من أجل هذه المدينة نعم حسب رأيه ماذا تحتاج نينوى حاليا وما هي النقائص والمعالقات التي تعتبر المحافظة في حاجة ماسة لتجاوزها نينوى تحتاج الكثير حقيقة على كافة المستويات والقطاعات إذا كان على مستوى التربية والتعليم وإذا كان على مستوى الصحة وإذا كان على مستوى الزراعة وإذا كان على مستوى المعامل المدمرة وإذا كان على القطاع الخاصة الآن أصبح معطل بالكامل هذه المعامل النسيج ومعامل الألبسة الجاهزة التي كانت تقتات عليها عوائل كثيرة ومعامل الأدوية ومعامل البان هذه كلها معطلة والآن عين المواطن لا أقول الخريج فات كله على الدولة على التعين هذا خطأ هذا خطأ طبعا خطأ كبير ولهذا الآن نحن نعاني تراكم آلاف الخريجين وشهادات عليا لا يوجد وحتى داخل الدوائر هناك بطالة مقنعة وداخل الدوائر هناك بطالة مقنعة فلابد من فتح القطاع الخاص لابد من فتح الاستثمار يعني هذه البنى التحتية يا أخي كلها مدمرة أنت الآن الموصل يعني لا تختزل بالأيسر روح الموصل هو الأيمن اذهب إلى الأيمن الآن لترى يعني لا يوجد هذه كلها تحتاج إلى إعادة كلها تحتاج إلى قلع وإعادة بناء جديد لمدينة نموذجية جديدة ترتفع عماراتها عاليا على شاطئ دجلة لا يمكن حتى صيانة هذه المباني أنا أكثر من مرة زرت الأيمن لا يمكن صيانة لا توجد بناية إلا وتنسبة الدمار فيها أكثر من خمسين وستين بالمئة لا يمكن يعني لا هو جام حتى تركبه ولا هو باب مخلوع وإنما بالأكمل يعني بنايات وأسواق يعني السقف عندما يقع انتهى الموضوع أسواق بالكامل نعم يعني شارع النجافي سوق الصاغة باب السراي المدينة القديمة نكت هذه الموصلة القديمة كلها فلذلك تحتاج الكثير تحتاج يعني أنا سبق وأن ناشدت عبر الفضائيات منظمات المجتمع الهيئة المتحدة الحكومة المركزية الكل يجب أن تتدخل لإعادة إعمار نينوى لأنه هي ليست يعني بالأمر الهيئن ليس بالأمر الهيئن وليست أمور بسيطة والدول المانحة ومؤتمر الكويت لم نرى شيئا على أرض الواقع لحد الآن لم نرى شيئا البنى التحتية كلها البنى التحتية كلها تحتاج إلى إعادة بناء هل ترى أن المنافسة الانتخابية في نينوى حاليا في المستوى المطلوب وهل يوجد من بين المرشحين الحاليين من هم قادرين على النهض بالمحافظة المنافسة الانتخابية هذه الدورة بلغت أعلى ما يقوم نعم هناك أكثر من 900 مرشح يتنافسون على هذه المقاعات ولذلك هي منافسة شريسة وليست بالقليلة ولا بالهيينة وتحتاج الحقيقة إلى أن يقدم المرشح نفسه للجمهور ولذلك في تقديري سوف يتم اختيار الأفضل ونتمنى أن يكون الاختيار الأفضل وربما ستكون في هذه الانتخابات مفاجآت كثيرة أو غير متوقعة نتمنى ذلك وأن تكون المفاجآت والتوقعات كلها لصالح المواطن إن شاء الله إن شاء الله خسرت قطعات الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية في نينة والكثير من البناء التحتية بسبب قصف الطائرات أثناء عمليات التحرير وتفجير الدواعش للبعض الآخر تفجيرها بشكل متعمد حتى باتت هذه الخدمات لا تجدي نفعها يعني كيف تنظروني واقع هذه الخدمات بالمحافظة لحد الآن؟ واقع الخدمات بالمحافظة ليس بالعمر المطلوب ولا بالمقنع لحد الآن وهذه الإمكانيات المتوفرة يعني أضرب لك مثال المستشفيات فينين ومنذ الثمانينات والتسعينات ومنذ الثمانينات هي نفسها مستشفى ابن سينو مستشفى البتول ومستشفى العام نفسها كم زاد عدد مواطنينين ومن ذلك من تلك السنوات إلى الآن أضعاف مضاعفة ولم يبنى مستشفى واحد الآن هذه المستشفيات دمرت فتصور حجم الكارثة التي حلت بنا يعني نحن قبل هذه السنوات الثلاث كنا نتحدث دائما مع مدير الصحة ونقول كيف تستوعب هذه المستشفيات هذا الكم الهائل من المواطنين وقد زادت النفوس إلى هذا الحد والمستشفيات هيهية صار يمكن إلى اعمار يعني مشروع المستشفى العلماني ولم يكتمل والآن هذه المستشفيات لا السلام بقي لنا ولا الجمهوري بقي لنا ولا المستشفى العام فتصور حجم الكارثة وحجم الكارثة الصحية التي حلت بمحافظة نينوة كلها مواقع بديلة أصبحت مراكز صحية هي بديلة عن مستشفيات كبيرة لمدينة يعني يبلغ عددها عدد نفوس قرابة ثلاث ملايين ثلاثة ملايين فالقطاع الصحي يحتاج قطاع التربية والتعليم مدارس عدى المدارس الطينية كارفانات يا أخي كارفانات لا تتوفر في بعض المدارس كارفانات لا تتوفر لا توجد كارفانات ليجلس بها الطلبة ويتلقوا دراستهم وتعليمه بعض المدارس في القرى نحن يعني من خلال عملنا في كلية التربية الأساسية ولدينا في صف رابع وما يسمى بالتطبيق أرسلنا أعداد كبير من الطلبة أن يطبقوا في القرى والأقضية والنواحي وحلوا مشكلة كبيرة لعدم وجود كوادر معظم الكوادر مركزة في الأيسر هناك نقص في الكادر في الجانب الأيمن بشكل كبير وهناك نقص في الأبنية ودمار في كثير من المدارس وخراب نحتاج على الأقل إلى كارفانات كحل مؤقت نحتاج إلى تفعيل الكادر التعليمي في الجانب الأيمن نحتاج إلى مستلزمات كثيرة لأنه التربية كما تعلم والتعليم الأساسي ولا أقول الابتداء يسميه التعليم الأساسي هو اللبنة الأولى التي توضع في مسيرة الطالب ماذا عن ملف التعويضات الذي يشكل عائقا كبيرا أمام أهالي نينوة خاصة بالجانب الأيمن ما مسعكم في هذا الموضوع في حالة فوزكم إن شاء الله ما الذي ستستطيعون أن تفعلوا لهذا الملف التعويضات يعني كلنا رأينا وسمعنا كيف تسابق الناس إلى تسجيل أضرارهم دورات السواس وذهبوا إلى أماكن خاصة قدموا صورا وملفات عن حجم الضرر الذي لحق بممتلكاتهم لأسيان في الجانب الأيمن إلى الآن لم يتحقق شيء الأمر هذا كله مرتبط في تقديري بالموازنة موازنة 2018 موازنة كبيرة ألم تقرى الموازنة قبل شهر الموازنة التشغيلية أقرت الموازنة أو جزء منها لم يعطوا لكن هناك قضية أسعار النفط الآن زادت فرب يعني يفترض أن يستغل هذا الفارق لأجل هذا الملف هناك الميزاني ولماذا يستغل لهذا الملف على الأقل لماذا لا يستغل للسرقة كما سرقوا كل هذه السنين كان بمية وثلاثة أو مية وخمسة ولم يجد المواطن شيء سيدي العزيز يجب تغيير الكل وإلا لن نصل إلى ما نحن نحلم به نفترض أن مرحلة السرقة قد انتهت نفترض أن مرحلة الفساد وهذا ما نأمل ونحلم نحلم به ونأمل ونسعى إليه إذا لم تنتهي هذه المرحلة لم نفعل شيئا إذا استمر الفساد واستمرت السرقات ماذا سيتبقى للمواطن وماذا سيتبقى للمدن سيد نحن في هذه الانتخابات ما زلنا نعيش اليوم الآن أبسط شيء يسرقون صوت المواطن يحاولون سرقة صوت المواطن فكيف إذا توفرت مليارات دولارات؟ لن يتمكنوا من سرقة أصوات المواطنين ولن يتمكنوا إذا لم يصلوا بهذه السرقات لن يتوكنوا مستقبلا من أن يمارسوا هذه السرقة وهذا الفساد وعلى المواطن نحن نقول ونعيد وكما تفضلت في بداية البرنامج على المواطن أن يعي هذه القضية على المواطن أن يعي هذه القضية أكيد يعول دكتور صالح يعول كل المرشحين على فئة الشباب الذين يراهنون أنهم القوة الكاملة لنينو هل لديكم أي مشاريع شبابية موجهة لهذه الفئة الفاعلة والمعطلة للأسف في نينو نعم نعول على الشباب وأنا أحد المعاولين على فئة الشباب وعلى طلبة الجامعات وعلى هذه الشريحة التي نرى فيها حماسا كبيرا وإقبالا واسعا على خوض هذه العملية بشكل كبير والشباب يحتاجون إلى الكثير والكثير ودعم الشباب هو واجب على الحكومة سواء كانت الحكومة المحلية وحكومات المركزية دعم الشباب واجب وتقديم كل ما يتطلع إليه الشباب بمختلف الأشكال الشباب يحتاجون إلى مستلزمات كثيرة ويحتاجون إلى متطلبات على الحكومة أن تهيئ لهذه الفئة ما تحتاج إليه طبعا التعليم متوفر مهيئ لهم هذه عملية ليست لها هذه من أولى مستلزمات الحياة كما تعلم التعليم الحمد لله في العراق يعني مجاني والطالب بإمكانه أن يواصل مسيرته التعليمية ويتخرج من الجامعة هنا المشكلة بعد التخرج يتطلع كل خريج إلى أن يعين في دوائر الدولة يعني الجهة التربوية والتعليمية يعني هي تعرف سنويا يتخرج الكثير من الطلبة يعني ليس حلا أن نخرج طلبة ونرسلهم إلى الشوارع يعني يجب أن على الدولة إذا وعد قليلا أن يجد فرص عمل حتى ليس في قطاع الدولة تفعيل القطاع الخاص لكي يتمكنوا من ممارسة شهاداتهم يعني وإلا لماذا درسوا ولماذا تعبوا وتخرجوا وكان لهم هدف في الحياة هنا يكون مفترق الطرق عندما يتخرج ولا يجد مكانا يأويه أو يعمل به أو يكون نفسه يحاول بدء مسيرته الحياتية هنا يبدأ الإنشطار والابتعاد عن المسار الصحيح عندما يرى الأبواب مغلقة هذا الخريج يحاول حصول على المال بأي وسيلة فيلجأ الكثير منهم يلجأون إلى طرق غير مشروعة ويذهب الشاب ضحية هذا الخلال الذي في الدولة ومتطلبات الحياة الآن أصبحت كثيرة وعباؤها أكبر ولذلك أنت ترى على رب الأسرة أصبحت هناك متطلبات كثيرة أما كانت على أيامنا مثلا حين كنا طلبا الآن المتطلبات كثيرة ولهذا تعاني ويعاني الأسر من هذه البطالة من بطالة أبنائهم وينظرون إليهم وهم يحملون الشهادات وينظرون إليهم بحسرة في السنوات السابقة كان هناك على الأقل درجات وظيفية في كل عام تخفف نوعا ما وتمنح الفرص للبعض الآن ثلاث سنوات مضت لم تخصص درجة وظيفية لأهالي نينوة وفي موازنة هذا العام أيضا لم نسمع عن تخصيص لدرجات طيب محافظة نينوة يفترض أن تعوض وأن تزاد يعني درجاتها بشكل يعني يسد على أقل حاجة بعض الناس مثل ما حصل في تعيين عقود الإسناد مثلا يعني في وقتها كانت مسألة جدا مهمة حلت مشكلة كبيرة في نينوة مبلغ العدد يمكن إلى 12 أو 14 ألف تقريبا تعينوا والآن كلهم موجودين في الدوائر ويعني نحن بأمس الحاجة إلى خدماتهم موجودة الآن نحتاج إلى مثل هذه إلى تكرار مثل هذه المحاولة ولكن ليس في دوائر الدولة يعني ليس شرط في دوائر الدولة تفاقمة نعم يعني أصبحت بطانة مقنعة هنا أيضا لا تنسى أن هناك يعني حركة الحذف والإحداث فيما يخص المتقاعدين هناك دوائر كثيرة دوائر كثيرة يتقاعد موظفون منها نحن بحاجة إلى تعويضها نعم يعني أنا الآن أتحدث لك على مستوى كلية أنا في كل عام أخسر كذا لقب علمي وكذا شهادة ولكن أين التعويض لا يوجد يعني عندي بعض الأقسام أنا الآن خسرت منها أربع أو خمس أساتذة منهم بلقب أستاذ وأستاذ مساعد وحمل الشهادات لا يوجد أي تعويض لا يوجد يعني لا توجد درجات وظيفية وتخصيصات مالية تعوض ما تخسره هذه الدوائر أنا أتفق معك أنه يجب أن لا تفعيل القطاع الخاص تفعيل القطاع الخاص نعم يجب تفعيل القطاع الخاص نعم ويعني يعمل المهندس في أماكن يعني ليس شرطا في الدولة وإما إلى ذلك ولكن نحن على الأقل نقول يجب أن ينظر إلى هذه المحافظة بنظرة خاصة يجب أن تولى هذه المحافظة رعاية خاصة وأن لا تترك هكذا نعم دكتور مشكلة الرواتب هي الأخرى تعتبر كابوس يعاني منه المواطنيون في نينوى ما خططكم وبرنامجكم لحل مشكلة الرواتب والمدخرات خاصة أن التصاريح الأمنية تقف عائقا في الموضوع أستاذ غزوان فيما يخص الرواتب يعني الرواتب مستمرة لا إشكالة فيها فقط مشكلة الرواتب المدخر عندنا يعني في قطاع التعليم العالي نعم الرواتب من الشهر السادس قطعت في عام 2015 واستمرت تقريبا سنتين بالضبط نعم هذه الرواتب قيل عنها الكثير قيل أنها يعني تصرف من المالية وأمانات في وزارة التعليم صرف كمراتب على الإسم فقط ولم تكتمل عملية الصرف للسنتين الماضيتين وأظن في قطاع التربية ربما والصحة وأيضا نفس القضية وطالب يعني الكثير بها ولكن دائما العقبة الكبيرة هي في قضية توفر الأموال وفي قضية البنك الدولي هذه يعني الشماعة التي أصبحت تعلق عليها كل هذه الأمور ونأمل أن لا تضيع حقوق هؤلاء وأن تعيد لهم الدولة مستحقاتهم في أقرب وقت دكتور من خلال الواقع الاجتماعي للأرامل والمطلقات بينينا والتي يشهدن معاناة مضاعفة ماذا عددتم كخطط وبرامج لهذه الفئة المعوزة؟ الأرامل والمطلقات مشكلة كبيرة في المجتمع يعني خاصة البلد عندما يخرج من حرب تزداد فئة الأرامل لم يخرج من حرب واحدة وإنما حرب تلد أخرى من الثمانينات وإلى الآن وكان الله في عون المرأة العراقي وفي عون المرأة الموصلية بالذات على ما عانت منه طيلة هذه العقود ولا أقول هذه السنين والآن أصبح الكم الهائل من الأرامل ويعني اللواتي خسرنا أزواجهن بفعل هذه الحروب غير المجدية دائرة رعاية المرأة أحيانا أمر من حي الشرطة كذا أرى منذ الصباح والنساء يحملنا الفايلات الصفر ولا أدري لماذا هذا اللون اختير للمعاملات لا أدري لماذا اللون الأصفر بالذات كل من يحمل فايل الأصفر معناه يحمل هم كبير على عاتقه ومشكلة لم نرى على أرض الواقع حلا لهذه الفئة من المجتمع والناس تعاني ما تعاني نتمنى أن تقوم الوزارة إذا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو إذا وزارة المرأة كما كانت لها والدوائر المرتبطة بها بوضع برنامج خاص وتلبية متطلبات الأرامل والمطلقات على الأقل تلبية الحاجات البسيطة كما حصل بتخصيص هذا الراتب قبل سنوات حقيقة يعني نهضوا بما كان يطلق عليه العطالة بطالة وما يطلق عليه به هذه حلول آنية حلول آنية جذرية يعني الحلول الجذرية هي أن توجد مصدر رزق لهذه لهؤلاء الأرامل كمعامل الخياطة وحتى لا تبقى تعطيهم كل فترة ويحسبوها كصدقة يجب أن يعملوا ليشعروا بقيمتهم كناس فاعلين في المجتمع كشريحة إعادة تأهيل هذه المعامل أكيد إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور مشاهدينا نذهب إلى فاصل نعود بعده لنكمل حلقة اليوم تابعونا عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم عين على البرلمان تعتبر نينوى أكبر تجمع سكاني بعد بغداد هل ترى أنها تلقى الاهتمام المطلوب والذي يتناسب مع كيانها الديمغرافي والله لا بغداد ولا نينوى يلقيان الاهتمام المطلوب في الحقيقة ولا أي محافظة أخرى نعم لا يلقيان الاهتمام الحكومة منشغلة كل الحكومات المتعاقبة انشغلوا بمصالحهم الشخصية ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن ومصالحهم الشخصية وما حل أيضا بالبلد حتى نكون موضوعين نعم ما حل بالعراق ليس بالأمر القليل بيد من داعش هو وليدة الخلافات السياسية دكتور نعم لو كان لنا حكومات رشيدة من 2003 ولي حد الآن لما تجرأ 200 أو 300 شخص جاءوا من البراري يدخلوا مدينة المصر ولا أحد يتكلم معهم يعني يسقط ثلاث محافظات إعلاميا بالبوق منذ 2003 وإلى أن نحن نحلم بدولة مدنية دولة خالية من كل مظاهر السلاح دولة قانون تسير على وفق أنظمة معينة منذ 2003 يعني لما حصل هذا التغيير في عام 2003 نعم وجاء التغيير والديمقراطية هذا في الكلام فقط هذا يعني ما كنا في العلم نعم كنا نحلم به وكنا نحلم به نحلم به ولكن لم يتحقق من هذا جاءت الأمور عكسية وكل الذين جاءوا من الخارج وكانوا يعيشون في مثل هذه القوانين والأنظمة لماذا لا يطبقوها لماذا لم تطبق على أرض الواقع لماذا لم يستثمر هؤلاء هذه الثقافة وهذه المدنية وهذا يا أخي نحن الآن المواطن نحن الآن من مننا يلبس حزام أمان في محافظة نحن يقضي السيارة نذهب إلى أربيل كلنا نلبس الأحزمة قبلها لماذا؟ لأن أنت ترى لأن هناك محاسبة هناك محاسبة فقط لأن هناك محاسبة الشعب العراقي للأسف ونحن كلنا منهم تيادي لا يسيرون بصورة صحيحة إلا بالخوف للأسف نحن نتمنى أن تزال هذه القضية نعم ويبقى الضمير هو الذي يحصل وفيه كفاءات وإمكانيات وعقليات وثروات لا تضاهيها البلدان الأخرى والعراقيون هم الذين علموا العالم القوانين وعلموهم القراءة والكتابة أول ما تعاملوا مع الطين ما تعاملوا معه للبناء تعاملوا معه للكتابة هذا البلد يفترض يعني أن تسود به هذه القوانين وكل من يعرف حقه واجبه وما له وما عليه هذا المفروض ولذلك يعني نحن نقول أن ما حل أيضا هو كان سبب في عرقلة التنمية والتطور واقتصاد البلد والاقتصاد والزراعة على كل المستويات على كل المستويات السياحة التجارة مغيبة السياحة التجارة كل شيء مغيب في هذا البلد وسبحان الله العراق من بين كل الدول فيه كل هذه كل شيء يعني فيه سياحة سياحة عادية وسياحة دينية فيه تجارة لأنه في مفترق بين مفترق طرق بين قارات ثلاث العراق يمتلك قضية لا يمتلكها أحد العراق ونهرين نهرين ونفط ونفط الخليج نفوط بلا أنهار ومصر نهر بلا نفط العراق الوحيد الذي يمتلك هاتين الميزتين ولكن أين وأراضي زراعية خصبة أراضي زراعية خصبة ولكن تأخذك الغصة عندما تتكلم في هذه المواضيع حقيقة كل عراقي بسبب لأنه يرى أن كل هذه ثروات وهو معدم يعني تصور شاعر جاهلي يصف بشاعة الحرب يقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ولست عنها بالحديث المرجمي ثم يقول يعني تصور في العصر الجاهلي فتغل لأهلها ما لا تغل قرى بالعراق من قفيز ودرهمي يعني هذا البلد على مر التاريخ معروف بغناه وبثرواته وبإمكانياته يضرب به المساعدة الآن أنت يعني أقف في التقاطعات اذهب إلى مطعم واخرج من المطعم في الشوارع لترى الأطفال ولترى النساء يتسولون هؤلاء الأطفال بدل أن يتعلموا في مدارس بدل أن يلقوا الاهتمام بدل أن يعني يعني أشياء تحس بالنفس حقيقة يعني في تقرير في إحدى القنوات أيضا يعني كانوا يصورون مدينة كركوك وأطفال ونساء يعني يستجدون من الناس يقول هؤلاء الناس فوق الأرض يستجدون وتحت الأرض هناك كمية هائلة من النفط يعني هؤلاء الناس يقفون على مليارات الدولارات مليارات لا تحصى من الدولارات وهم يستجدون طعاما أنا أقول أما آن الأوان ألا يكفي ما حدث حدث الآن علينا أن نبدأ الآن طبعا ليس بين الليلة وضحاها وليس في يد الحكومة المقبلة ولا في البرلمانيين المقبلين ولكن أول خطوة أول خطوة يجب أن نغير يجب أن نغير أن نغير إذا أردنا أن نبدأ وإذا لم نحصل على ثمارها أنا وأنت فسيحصل عليها أبناؤنا وما كردستان عن ذلك ببعيد نذكر كيف كانت وكيف كانت ويقال أنه كانت تكسر يعني يكسر الزجاج ويباع إلى مكان آخر نعم والآن اذهب لترى الأمان وترى النظام وترى القانون وترى العمران لم يتم ذلك في سنة أو سنتين وإنما في تراكم من السنوات فنحن نقول الآن يكفي آن الأوان لأن نتوقف عن هذا العبث وأن نبدأ من الآن وأن يمن الله علينا بحكومة رشيدة ويمن علينا ببرلمان ويمن علينا بوزراء عادلين وحقانيين يلبون حاجات الناس أن ننبذ هذه التفرقة هذه الطائفية المقيتة هذه المحسوبية هذه المحاصصة وأن يأخذ كل مواطن حقه يا أخي أنت عراقي أنت تعيش في بلدك أنت يجب أن تأخذ حقك لا يجوز لا يجوز يعني أن نحن الآن بمعيار القوة وبمعيار يعني هناك تجاوزات أحيانا تراها في أماكن كثيرة العراق يفترض أن يكون أكبر من هذا الشيء والمواطن العراقي يفترض أن يكون أفضل من هذا الوضع كيف تنظر دكتور لجهود مكتب المفوضية العليا للانتخابات بنينوى وهل جهود هو كافي لإنجاح الموعد الانتخابي بشكل مطلوب المفوضية يقع على عاتقها حقيقة أبع كبير جدا الوقت الذي عملت فيه ليس بالوقت الكافي نعم ولذلك نحن طالبنا بإيقاف التحديث البايومتري وفعلا تحقق هذا المطلب لأن ليس بالإمكان أن يصار إلى هذا وأن يستلم الناخبون بطاقاتهم الانتخابية ونحن على التواصل مع السيد المدير المفوضية الأخ محمد هاني وهو رجل حقيقة يعني مهني وكفوء حصل تلكؤ حصل تلكؤ في بعض المراكز قدمنا كثير من الشكاوى فيما يخص بعض المراكز خاصة في الجانب الأيمن في بعض المراكز حصل تلكؤ وأيضا كثافة سكانية عالية أجابون بأن هناك حاسبة واحدة وأن هناك يعني موظفين ملتحقين في دورات وبمجرد انتهاء هذه الدورات سنعيد هؤلاء الموظفين إلى مراكزهم ونزيل عدد الحاسبة وصحيح هذا نعم في مركز البواسل في الأيسر يعني هناك تذمر حقيقة يعني كبير منه أصور عولجة هذه القضية نتمنى فقط أن يمدد الوقت كي يستلم الناخبون بطاقاتهم لأنه في يمدد كيف يعني؟ يعني انتخابات 12-5 اي يعني هو ما أعرف يمكن إلى يوم 5 أو كذا أم تستمر إلى يقمت استلام البطاقات أظن يعني في موعد معين مثل ما صار تأخير في البداية يعوض يعوض على الأقل لأن حسب معلوماتنا أن هناك بطاقات كثيرة في المراكز الانتخابية لم تستلم لحد الآن صحيح نتمنى من المواطن أن لا يترك بطاقته الانتخابية عرضة للنهب والاستخدام هذه البطاقة هويتك وهي صوتك ومستقبلك فلا تتركها رجاء لا تتركها للعابثين لنفرض أنه طبعا في إحصائية لحد الآن بقي بعد مليون هناك مليون بطاقة لم تستلم نعم قبل كم يوم سمعنا هذا مليون نعم لم تستلم لنفرض أنه بقي مئة ألف يعني هذه مهمة المفاوضية المئة ألف يجب أن تربط هذه لم تستلم نعم وتوضع في مكان محفوظ وأمام مرأة الجميع ولكن لا يستطيع أحد من الذين رأوا الوصول إليها يعني مثلا إدائها في البنك في يوم الانتخابات فقط لحين اليوم الثاني يعني في يوم الاقتراءة حتى لا تستغل من جهات وأن لا تضيع هنا وهناك وتستغل من جهات معينة للتزوير يعني فقط في هذا المجال سيحصل التزوير إذا ضبطوا فلن يحصل إن شاء الله ولا طمأن يعني السيد مدير المفاوضية طمأن أن يعني كل شيء محسوب وأنهم يعني سيراقبون هذه القضية وإن شاء الله يعني فرص التزوير ستكون قليلة جدا إن لم نكن يعني يعني ستكون قليلة إن شاء الله ولن يتمكن أحد إن شاء الله من التزوير وهذه أمانة وهذه أمانة يعني لدى المفاوضية ولدى مدراء المراكز ولدى موظفي الاقتراء يعني البعض ربما يقول أنا أستغل جهل الناس تأتي امرأة لا تقرأ ولا تكتب أو يأتي رجل كبير يقول مثلا أنا أريد فلان فيأشر له على آخر هذه خيانة على آخر وهذه أمانة وكلكم راعي وكلكم مسؤولون راعيتي فموظف الاقتراء هو حين يقف يقف أمام رب العالمين وإذا تلاعب بهذا الصوت فسوف يعني يلقى جزاءه في الآخرة قبل الدنيا وسمعنا أيضا عن عقوبات بالسجن لمن يبيع البطاقة الانتخابية أو لمن يقوم بتزويرها الذي يشتري البطاقة ماذا سيفعل بها يعني الآن الناخب عندما يذهب إلى صندوق الاقتراء بحوزته بطاقة واحدة يعني حتى لو كان بحوزته مئة بطاقة لن يستطيع إدخالها جميعها في الجهاز مع عدى واحدة كل شخص له واحدة المية من سيدخلها في الجهاز المية التي في جيبي ولا تشتراها يعني يجب أن يأتي بمئة شخص نعم كل شخص له حق أن يدل ببطاقة واحدة فقط ويخرج وهنا قلم خاص كما سمعنا غير قابل للتزوير أكيد نعم وقال سيدنا الفاضية سنفاجئ البعض بإجراءاتنا وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى ونحن نعول يعني أنا حقيقة التقيت بهذا الرجل وسبق وأن سئلت هذا السؤال أيضا في قناة أخرى وقلت أنا يعني أعول على مهنيات هذا الرجل وإن شاء الله يدير ملف الانتخابات في الموصل بشكل نزيه وشفاف إن شاء الله إن شاء الله ما المعايير والأسس التي يسند فيها حزبكم أو ائتلافكم لتقديم المرشحين لخوض غمار هذه المنافسات الانتخابية وبما تعتقد أنكم في نينوى هويتنا تتميزون عن غيركم في البرامج المقدمة يتميز المرشحون في نينوى هويتنا كما قلت بأنهم يعني كفاءات نعم وأنهم يمتلكون خبرات إدارية ووظيفية نعم في مجال تخصصاتهم على الأقل لذلك هذه قضية مهمة يعني أنا اليوم على سبيل المثال أستاذ جامعي وإداري في الجامعة إذا تمكنت بعون الله مثلا ووصلت إلى قبة البرلمان وكنت مثلا في لجنة التربية والتعليم بالتأكيد أنا أعرف خفايا هذا المجال وأنا منذ 24 سنة أعمل في هذا المجال يعني كتدريسي وإداري أعرف يعني معظم القوانين والأنظمة أعرف ما يحتاجه يعني هذا القطاع أعرف ما يطور هذا القطاع فلذلك يعني هذا المشروع أنه في هذه القائمة عولت على الكفاءات ولتجد في هذه القائمة مختلف التخصصات هناك المهندس وهناك الطبيب وهناك الأستاذ الجامعي وهناك يعني الضابط المتقاعد وهناك الوزير أيضا في هذه القائمة وفيها تضم حقيقة شخصيات مهمة تم اختيارها بدقة في محافظة نيلو جميل جدا الآن وبعد بدء الدعاء الانتخابية كم من المناطق قمتم بزيارتها وعلى ماذا وقفتم إزاءها الزرنة يعني حقيقا يعني تقريبا ما يغطي جغرافية محافظة نينوة طبعا لم نتمكن من زيارة يعني حي حي أو بيت بيت بالتأكيد لأنه لا الوقت يسعفك ولا الظروف أيضا يعني أنا الآن ما زلت يعني أعمل من الساعة الثامنة صباح الساعة الرابع عصرا في الجامع فما يتبقى لدي من وقت يعني هو يفترض أن يكون للراحة أنا يعني أمضيه بين الناس وخرجنا إلى مناطق غرب نينوة يعني كل هذه المنطقة من غرب نينوة إلى منطقة ربيعة تقريبا وصلنا وفي الجانب الأيمان في أحياء الجانب الأيمان وأحياء الفقير التقينا ببعض القطاعات كبيرة أيضا بالشباب يعني أقمنا مهرجانات رياضية دعمنا لهم برامجهم الرياضية عملنا لهم مسابقات ويعني لقاءاتك الاجتماعية الأخرى سواء عند الأقارب وسواء يعني في المكتب نلتقي يوميا بقطاعات واسعة من الناس لمست حقيقة يعني لمست يعني هذا الشيء المفرح والذي يدعون إلى التفاؤل أن الناس عازمة على التغيير وأن الناس قد وعت وأنا يعني شخصيا جاءني أناس لا أعرفهم قالوا نحن جئنا على الاسم وجئنا على ما سمعنا عنك ونحن معك ومع أمثالك يعني لسنا فقط وإنما مع هذا التوجه نريد أن يكون لهذه المحافظة تمثيلا حقيقيا وصادقا ويلبي طموحاتنا مستقبلا الكلام شيق معك دكتور حقيقة وصلنا إلى الختام قبل الختام عبر قناة الموصلية بماذا تتوجه لمواطنينين والاجتياز هذه المرحلة المهمة من تاريخ المحافظة أتوجه إلى مواطني محافظة نينو وأدعوهم إلى القيام بواجبهم في هذه الممارسة الديمقراطية وأن يستثمروا هذه الفرصة للتغيير وأن لا يدعوها عرضة للغير وأن يمنحوا ثقتهم لمن يستحق الثقة ولمن يدافع عنهم مستقبلا ولمن يمثلهم التمثيل الصحيح وختاما أشكرك أستاذ غزوان وأشكر الكادر وقناة الموصلية النقطة المضيئة في محافظة نينو والعراق الله يخليك شكرا جزيلا دكتور صالح محمد أرديني عامد كلية التربية الأساسية في جامعة الموصل ومرشح عن قائمة نينو وهويتنا بالرقم 135 تسلس وفماش كنت ضيفا خفيفا ظل في حلقتنا شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابع والإزغام التقانوا إياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة في برنامجكم عين على البرلمان إلى اللقاء